القضايا الخلافية التي تحتدم بين الكتل السياسية من حين لآخر تعود إلى تفاقم التوترات والتشنجات وعجز الشراكة الوطنية والموقف تجاه القضايا الأساسية التي هي بحاجة إلى معالجات جادة للانتقال بالعملية السياسية إلى مرتبة متقدمة جعلها عاجزة عن التعاطي مع احتياجات المواطن طبعا الخلافات السياسية بدأت تؤثر على الشعب العراقي وشوفنا من 2003 بسبب الخلافات السياسية وفق ميزانية إقليمية لم نلاحظ خدمات ولم نلاحظ بناء ولم نلاحظ أعمار ولم نلاحظ إنتاج قوانين تقدم الشعب العراقي ولم نلاحظ تماسك في الهوية العراقية وتماسك في المشروع الوطني شنو السبب؟ السبب هو واقع المحاصصة السياسية قاعد تضرب على البرلمان قاعد تضرب على اللجان القضائية قاعد تضرب على كل شيء كلها بسبب المحاصصة السياسية نتمنى من الكتل السياسية أن تتنازل عن امتيازاتها ومصالحها من أجل الشعب العراقي من أجل إنتاج قوانين تخدم الشعب العراقي من أجل البناء والعمار وتحقيق وحدة العراق من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب اليوم التطورة السياسية ينهز الجبين بشكل عام اليوم لا أحد يفكر بالغير يفكرون بس المقارب الخاصة بالسياسين بشكل عام خاصة بعملهم بامتيازاتهم اليوم بلد جريح ماذا ينظر؟ ينظر إيد النظيفة ترعى هذا البلد اللي هذا البلد أكلنا وشربنا بي وعشنا بي ونبقى إلى آخر نفس نريد هالقرارات تصدر للشعب هذا العراقي شنو اللي بدر؟ أبسط شي هو ما متوفر للشعب العراقي مثل الكهرباء، المي، الشوارع رغم وقاية البعض وتفاؤلهم بحل قريب وعاجل للأزمة البرلمانية والحكومية إلا أن هناك من يعتقد أن حلها يعد من ضروب التفاؤل في غير محله هذه السجالات السياسية بين الكتل هي ليس غريبة على الشعب العراقي منذ العمل البرلماني 2006 إلى يومنا هذا والكتل السياسية تجدها سواء في وسائل الإعلام أو في داخل قبة البرلمان سجالات ومن المؤسف جدا أن هذه السجالات بين الكتل ليس لمصلحة مثلا مشروع قانون يختلفون عليه إلى مصلحة المواطن العراقي هذه السجالات هم يعتبروها إعلاميا كمكاسب انتخابية لهم إذن حتى وفي أصعب الظروف التي تمر بها البلاد ما يزال المواطن بانتظار أن يفي السيد المسؤول بما وعد من توفير الأبن والخدمات وإعادة أعمار البنى التحتية وبحسب الأراف أن الشارع العراقي يترقب إلى منشر ينقذ هذه البلاد من أزمة الصراعات الداخلية وعود أبرمت لكن سرعان ما طويت على رفوف النسيان قناة الرشيد الفضائية علي حميد بغداد